يعجب مارسل الكولور أول كلام ده تعالي تعالي في مناطقه فضي مناطقك جاي لك فيها هسجل أهداف بس بشرط لما يجي لك مناطقك مهم ده جد انك تأمن كويس أوش زي ما بقولك عندهم خطورة مرعبة هجومية مرعبة هما زي ما بيستقبلوا في كل المباراة هما بيسجلوا في كل المباراة فلازم الأقل ياخد باله في نفس الوقت يستغل المشاكل الدفاعية الكتير اللي عند العين الأمورات اللي هرها لك دلوقتي زي ما قلتلك في مباراة العين في مباراة العين والهلال العين استقبل أهداف من كل مكان في الملعب ومن كل اتجاه تعالي وريكي السؤال يلا شباب بس دي هجمة من ناحية الشمال للهلال خلصت بهدف رغم أنه فيه عدد كبير من اللاعبين دي كرة عرضية هدف انت شايف الانطلاقة دي بقى دي هجمة مرتدة بس بقى الارتداد البطيء جدا للعيبة العين هما كانوا تلاتة اللي قدام وفدلوا تلاتة قدام تلاتة على تلاتة تلاتة على أربعة كمان من الهلال جول ودي آخر واحدة تصويبة من خارج منطقة الجزاء من العمق من كل مكان وبكل الطرق تقدر تدخل أهداف في الهلال عشان ارتدادهم الدفاع ضعيف جدا الجزء الهجوم اللي عنده فيه لعيبة مواهب كتيرة مميزة ما بيرجعوش هدفهم فهو يبدل في مناطق حلو بقى انك في ظهرهم تعمل هجمات سريعة جدا ويبقى فيها اتقان وكارات صحيحة وكارات سليمة يعني ايه يعني من الاخر هقولها لك من الاخر يعني بنحب نشوف امام عشور وهو بيشوت بيشوت حلوة اوي بس مش لازم كل كرة يشوت حيث ان الشحات يا سيدي عليك وانت بتقطهم لجوة بس وانت بتقطهم لجوة مش لازم تشوت العب ومشي كرة واضمن كورك ما سأعبديك على سبيل المثال الاسمين اللي اقولتهم دول كمان دول اللي بيفروا مع النادي القليل واللي بيسجيوا له هدفه واللي بيأثروا في نتائج المباريات بس اقصد ايه الكرة اللي تروح بيها اضمنها اويش اويش بلاش قرارات تحتمل 50-50 خد القرارات اللي تبقى واصلك فيها بنسبة 90% ان شاء الله هدف ما في الاخر التوفيق ربنا بقى كرة تيجي في القايم تيجي جنب القايم بحاجات بسيطة بس يعني ايه اضمن الكرة بتاعتك اضمنها على قد ما تقدر ان شاء الله كل التوفيق دي النادي القليل في مباراة العين الاماراتي اللي استدهيب امليان ان شاء الله يوم الثلاثة اللي استدهيب امليان الناس عمارة ضغير على التذاكر والتذاكر خلص بعد كم ساعة من طرحها اصل الناس كلها بتضغير على التذاكر كل الناس عايزة تروح المدرجات ان شاء الله اللي موجود في المدرجات يسد في دعم ومسنة النادي الاهلي وجمهون النادي الاهلي ما تقلقش عليه كده 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 هيشيل النادي الاهلي فوق كتافه هيشيل الفرقة فوق كتافه وهيضغط على اللي قدامه بمنتغر الاحترام والادب والاخلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر